السلام عليكم ورجعنا لكم في فيديو جديد بعد أكثر من 7 سنين على إصدار اللعباء اليوم ولأول مرة تتحرك شركة تيك تو والمسؤولة عن استوديوهات روكستار عشان توقف واحد من أقوى وأسوأ المودات اللي صدرت لجي تاي أونلاين والمعروف بلونا مود مينيو على حسب المكتوب فالتيك تو رفعت دعوة بمحكمة نيويورك على الشركة اللي صنعت المود وكسبوا القضية وطلبوا منهم يوقفوا الدعم بشكل مباشر عشان اختصر تشرحا هذا المود أنت تقدر تسوي أي شيء تبيه بكل ما تعنيه الكلمة تقدر تطرد اللاعبين تعطوهم فلوس تدخل أي سيرفر تبيه سواء سيرفر عام أو خاص أو أي نوع كان ولو بتبع عادي جدا تنقص الفلوس اللي معهم وتصفر حساباتهم بأنك تفجر سيارات غالية على اسمهم وبتنقص الفلوس تقريبا 50 أو 60 ألف كل ثانية وهذا لسه ولا شيء مقارنة برقم الـ IP ويعرف وأن انت عايش وغيرها كثير أشياء تقدر تسويها بدون ما يجيك أي حظر أو بلاغ من أي لعب في الـ Online فاليوم نقدر نقول أن GTA Online تخلصت من واحد من أسوأ المودات اللي صدرت للعبة على حسب كلام الشركة اللي صنعت المود فكل الخدمات والإصلاحات والتحديثات وقفت مع التبرع بمبلغ كبير من الفلوس لجمعيات خيرية من اختيار شركة Take-Two حتى إذا دخلت على موقعهم بتشوف وقف وما عد يشتغل وبتجيك رسالة اعتذار لـ GTA Online على ما يبدو أن روكستار جالسة جهز للنسخة المطورة من اللعبة واللي بتصدر أتوقع في الشهر السادس من هذه السنة ما أعرف بالضبط متى الموعد لكن المعروف في منتصف السنة بكل الأحوال هذه تعتبر بداية حلوة ولكن جدا جدا متأخرة وكثير ناس انحضروا وتصفوا لحساباتهم بسبب أن الهكرات صار يعطوهم فلوس مضروبة وبعدها يبلغوا عليهم وأنا شخصيا صار عندي مشاكل على الحسابي الأصلي وانتقلت للحساب الثاني بسبب الهكر والتخريب فأتمنى لو الشغلة صارت من زمان بنفس الوقت أنا فرحان أنه صار في تقدم ولو حتى شيء بسيط مع أنه لسه فيه مودات أقوى وأسوأ من هذا المود لكن طبعا مو كل المودات أصحابها عايشين في أمريكا أو داخل نطاق روكستار وبنحتاج لطريقة حماية مختلفة عشان نوقف هذه المودات الخارجية فإش رأيك باللي صار؟ هل تشوفها حركة حلوة كبداية للروكستار؟ أو إنها تخرت كثير وأغلب الناس سحبت على اللعبة بسبب التخريب اللي فيها من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسان من اللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله